اكد المهندس سيد بدر العلوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة من سلمان من شارع ولي العهد شمالا إلى تقاطع اثنان جنوبا نعم المهندس علوي أشاري لأن المشروع يتضمن أعمال معالجة الطبق المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الإسفلت وتركيب العلامات المرورية نوه المهندس أن تنفيذ الأعمال تستدعي بعض التحويلات المرورية وإغلاق بعض المسارات على مراحل حيث ستتم الإغلاقات الرئيسية مسارين خلال الإجازة الأسبوعية لتفادي أي تزدحمات أما باقي الأيام سيكون الإغلاق لمسار واحد فقط ترجمة نانسي قنقر